حمل وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إيران مسؤولية حرماني محافظة الديالة من زراعة بسبب قطعها المياه عن العراق كاشفا في الوقت ذاته عن إرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا للاتفاق على خطة لتشغيل السدود خلال الفترة القادمة وقال الحمداني خلال تفقده أعمال تأهيل محطة ضخ أسفل الخالص أن هذه المحطة هي الأكبر لتغذية محافظة الديالة بالمياه من نهر ججلة وتأمين احتياجات المحافظة كافة من مياه الشرب وارواء البساتين متوقعا استكمال أعمال تأهيلها خلال الشهرين القادمين بتزامن مع كري نهر ججلة لتأمين إطلاقات مائية مستمرة حتى في حال انخفاض مناسب المياه وأشار الحمداني لأن هناك تعاون كبير مع الجانب التركي فيما يخص ملف المياه وأن الوزارة سترسل وفدا فنيا عالي المستوى إلى الجمهورية التركية للاتفاق على خطط لتشغيل السدود خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة